واحتاجوا بما روى معاذ بن جبل أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ذئب الإنسان اسمعوا لا تباعد لا ناس بعد بصلاة الجماعة بدي يصلي لحاله بدرس العلم بدي يروح يعد وحده أبدا يأتي الشيطان ويصطاده أبدا لك الثور اللبس عيون الشيطان لك أخي شو أعدك معهم لك رو عود لحاله ويلي عم يقوله أنت بتعرفه واحد والله دكتور تعرفه ذكر لي هذا الكلام قال لي والله مرة حضرت الدرس معك بعدين الشيطان لعب عليه قال لك أخي هلي عم يقرأوه أنت بتعرفه عود يقرأوا وحدك كل يوم تقرأ عن عشرة أيام قال لي هيك الشيطان لعب عليه قال لي والله قرأت يوم يومين ثلاثة ثم تركت قال لي غبت سنة فرجعت وجدتكم قد نهيتم أنهيتم كتابا وافتتحتم كتابا آخر وخيرات ونظرت إلى الذين ثبتوا على مجد السعيم كيف تفقه وكيف تعلمه فعرفت أنها لعبة شيطان إبليس لبعض الناس إبليس قال ليش تعذب حالك وتروح وتركب سيارة والبنزين قليل عود حضار الدرس على اليوتيوب أبدا عود قاعدة شوي حط رأسه ونام على الفرشي ديس مع درس العلم ودرس الإحياء هو بالفرشي وعطت المر بحضنه وفنجان قهوة بيدي وقاب ديس مع درسه ومطلع من هالتخليط إنه لله وإنه إيراج هذا يجل هون علم السيد قاعد والشيطان عم يلبس عليه شو سيقع الصفنان أبدا أعطوه كتاب هدية الإحياء ما بيجيبه ما بفتح كتاب كل كتاب عم بلش فيه عم وزعوه هدايا هدايا مجانية وما بيجيبه ما بيحمل كتاب كمان هذا من تلبيس يبليس بيعد فيه الشيطان بلعب عليه ويأخذه من باب يجيب لك يا حم يحمل الكتاب لك والله شرف هذا كتاب بعضهم عم إلي ألوينها المهندس على الجوال لك يا حبيبي سلل الذين عم يتابعوا على اليوتيوب والعلى الجوال أنا سمعت جل هؤلاء لك ما ما أجد بركة كبركة الكتاب هناك بركة عظيمة في الكتاب يعني المعذور الآن مرت أيام ربما ولكن انتهت تلك الأيام كان واحد يحكي الهم أو ما في طريقه ما في سيارة أما الآن معك سيارة وأمور بسم الله لك أعمل هذا الكتاب فيه خير عظيم خير جليسا في الزمان كتابه تخلبي إن خانك الأحباب لمفشيا سرا إذا استودعته وتفاده من حكمته وصوب تعمل الكتاب لك فيه روح الآن عم يصير لك الله عافينا من الجهل قولوا آمين عافينا من القسوة الآن أنت تقرأ هذا الكتاب في مجلس راح بصير فيه صلة هيكة روحية الآن فيه روح الآن إذا ما تجد هذا قول يا ربي أكرمني بهذا قول أكرمني بهذا شيخنا الشيخ علي الفروشي الله رضع عنه في معهد فتح إسلامي تخرج أربعة وثمين خمسة وثمانية تخرج طلبوا منه بعض الكتب نعم يعني هناك كتب ما كانت متوفرة في الأسواق فكان المعهد يعطي مثل كتاب الموارث مثل عقائد نسفية ما كان هذا المتوفرة فكان يعطونه الطالب ثم يأخذونه منه نعم في آخر السنة ليعطوه أصحابه لما توفرت النسخ صار يوزعه هلأ هالكتابة تغدو عم يغدومك أبدا الآن حمده صار نسخ متوفرة ما يأخذ من الطالب فوقتها في السنة السادسة جاء أمين السر قال لو أريد كتاب العقائد النسفية وكتاب الموارث نعم قال له لماذا قال ما يوجد من هذه النسخ فقال طيب أنا كتاب اسمعوا كتاب قرأت على شيخنا شيخ أديب الكلاس في العقيدة كيف أتركه والله هذا غير ممكن أنا الآن بعد عشرين سنة إذا فتحت الكتاب ربي يذكرني بالكلام الذي كان يقول الشيخ أديب الكلاس وبالرحانية التي كنا نجدها في مجلسه خلاص أبدا أنا قال لو أنا أصور لك النسخة أول شيء قال لو ما بنعطيك براء الذن حتى تعطينها أبدا أهلا لا تعطين بعدين قال له أخي أبصور له قال له أستأذن المدير استأذن المدير قال له بسم الله صور نسختين قال له نتفضل أما النسخة الأصلية بقيت إيه بقيت عنده بقيت عنده أنت الآن درس الإحياء نسأل الله عز وجل أو بقيت كتبه لله الحمد نسأل الله التوفيق أنا ما يعني بعض الناس يتوسعون في هذا كان شيخنا ما كان يتوسع في هذا يعني بعض الناس الآن قد يعمل قبل الدرس دعاية شهر وشهرين وثلاثة بالأسانيد وبالإجازات وبكل هذا شيخنا ما كان يعني يصنع هذا مو معناته أنه ما فيه إجازات له في أسانيد أبدا والله من فضل ربي عز وجل أنا ما أحب شيخنا ما كان ولكن والله هناك والله هناك إجازات يشهد الله صبت صبا علي يشهد الله العظيم أبدا وذكرت لكم بعضها وإذا أردت استقصاء في هذا ارجع عند الشيخ الرحال هو مسجل وهو يحفظ هذا فيه إجازات في أسانيد وفيه 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 لكن شيخنا ما كان يهتم لكن هذا كله حاصل أثناء يا والله الحمد الأحياء الذي نقعه قرأته على شيخنا الشيخ عبد الرزال من أليفه إلى يائه والله الحمد هنا في الجامع الأموي يوم الجمعة ثم قرأناه مرة ثانية وهذه المرة الثالثة نسأل الله أن يفتح علينا قلوا آمين يفتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا السداد والصواب قال واحتجوا ما روى معاذ ابن جبل أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم أجارنا الله من شره يأخذ القاصية والناحية والشاردة كيف الغنم البعيدة القاصية كذلك إبليس كل واحد بعد عن جماعة المؤمنين ينفرد به الشيطان يعني لو نظرت إلى الضلال الذين ضلوا وانحافوا لو وجدتهم هم الذين ابتعدوا عن أشياء أخير لو وجدت الناس الذين انخرطوا مع المضلين في الفتن التي نزلت في بلادنا لو وجدت الذين ابتعدوا عن أشياء أخير أول كلمة قال شيخ ياسر خدماني الله يغطى أول ما بدأت الفتن دخل الغرفة وقال الآن يظهر أثر صحبة الشيوخ وخدمة الشيوخ الذين لازموا الشيوخ الله يحفظهم من هذه الفتن والذين ابتعدوا في الواحد أنا أعرفه أسأل الله السلام كوين قاله والله ماشي مع الخوارج يا لطيف آه مع الخوارج وصار يفتي بقتل أهل الحق خسر الدنيا والآخرة بعد مد قالوا لي والله قتل يا لطيف كيف أنت تترك الآن لك أنت درست الآن عن شيوخ أهل فضل عند أهل الحق كيف تتركهم الآن وتمشي مع أناس ما تدري من أين جاء ولهم مذاهب باطلة ولهم خروج على أهل الحق وعلى أهل السنة والجماعة كيف تمشي مع هؤلاء هذه العصابات الإرهابية التي جاءت إلى بلادنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله نعم ما الذي ساقل لهذا نحن ما خرجنا على البحث أبوحفز خرجنا عم يتكلم عن القاصية والناحية هؤلاء الشردوا ابتعدوا عن الشيوخ التقطهم أولئك أغروهم بشيء من الدولارات فباعوا دينهم وإخوانهم وأوطانهم وصاروا حربا على المسلمين نعم يأخذوا القاصية والناحية والشاردة إياكم والشعاب وعليكم بالعامة والجماعة والمساجد الله أكبر رواه أحمد في المسند والطبران في الكبير